الحلقة اللي فاتت قلمنا فيها عن إزاي محمد علي وصل إلى الحكم في مصر هذه الحلقة عن إيه مقاومات مشروع وأنا بحب قلمة مشروع لأنه مصر حكمها ناس كتير في المتين وعشرين سنة اللي فاتت لهم من 1805 ساعة وصول محمد علي للسلطة إلى بداية القرن الواحد والعشرين بس مش كلهم كان عندهم مشروع محمد علي كان عنده مشروع أول حاجة في هذا المشروع ودي منطقية يعني إنه الراجل ده زي ما تكلمنا في الحلقتين اللي فاتت إيه التجربة اللي خلقت وجدانه في مصر كانت تجربة مشاهدته للحملة الفرنسية على مصر هو ظابط هو أصلا تاجر بس ده موضوع مش بتاعنا دلوقتي هو بعد إنه كان تاجر زمان أصبح ظابط وجاء في الحامية العثمانية لمصر التجربة المهولة اللي قدامه كانت إنه الفرنسويين الجيش الفرنسوي سحق جيش المماليك وإنه العثمانيين الحامية العثمانية اللي هو جزء منها لا تستطيع أو لم تستطيع ما هي تعمل حاجة خالص مع أو أمام الجيش الفرنسوي يعني إنه جيش متقدم غربي متقدم عنده مقاومات قوة لم يكن للمماليك ولا حتى للعثمانيين أي قدرة على مجابهتها نقطة رقم واحد فموخه لما وصلوا للحق خاصة إنه رجل طموح وعينوا على إن البلد دي مصر فيها خيرات ممكن تعمل فيها حاجات كتير قوي إنه يؤمن هذا البلد مش هيؤمنه أمام الإنجليز أو الفرنسويين هو رجل عائل يعني عارف إنه هو وقته وقتها يعني لن يستطيع إنه هو يعمل جيش يواجه دي ده لكن أمام أي قوة ممكن تبقى تهدد حكمه هو خاصة إنه هو كان شايف إنه المماليك ما زاله موجودين وحنرجع للقصة دي لكن باختصار التجربة الرئيسية في مخه كانت إنه جيش متقدم غربي هو أساس بناء دولة حديثة لتأمين البلد وتأمين ملكه أول حاجة في جيش متقدم هو شافها قدامه كانت تكنولوجي الفرنسويين لما نجم كان معهم مدافع العثمانين والمماليك ما شافوهاش قبل كده كان معهم أنواع من البنادق ما شافوهاش قبل كده معهم طرق حركة للمدافع وللجنود ما كانتش موجودة إطلاقا فكانت سهل نسبيا على محمد علي نواي والقراء في تكنولوجي أنا أستطيع إني أستوردها أشتريها من أوروبا من فرنسا من إيطاليا وإيطاليا وقتها كان الدولة مفيش فيها صناعة قوي لكن طبعا أقدم تقدما كثيرا من الشرق لكن كان عندها وقتها مشاكل وكان سهل نسبيا إنه هو يشتري سلاح من أو تكنولوجي عسكرية من أوروبا خاصة من إيطاليا بس كان فيه نقطة تانية وهي تشغيل هذه التكنولوجي لأنه سهل إنه حد يشتري شيء لكن إنك تشغله تعمله مانترس تحافظ عليه موضوع آخر فهت النقطة رقم اتنين في مشروع محمد علي إنه بعد لما غاب التكنولوجي إنه يجيب العقول اللي تشغل هذه التكنولوجي فبدأ حملة تجنيد مش تجنيد زي رقفة الهجاني يعني الناس مش 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 شغل مخابرات تجنيد هنا معناها إنه بيجيب بيشغل ناس جان وزباط في الغيش الفرنساوي زباط في الجيش الإيطالي إيطاليا ما يخيرش وقتها دولة بس يعني ممالك مختلفة زباط من أماكن أخرى في أوروبا الناس دي يحاول أن يستقدمهم لمصر خاصة الناس اللي عندهم تكنيكل معرفة معرفة تقنية عشان يشغلوا هذا هذه التكنولوجي اللي هو غابها من بره النقطة الرقم 3 كانت تمصير أو توطين هذه التكنولوجي لأنه هو برضو ذاكي هو عارف أو شايف أنه هذه التكنولوجي مش حيارف يشتريها على طول ومحتاج لموارد اقتصادية كتير أول فهو كان عارف وبذات لو عاوز يبني دولة متقدمة أنه هذه التكنولوجي يجب أنها تصنع في مصر فبدأ أنه هو يبتدي يجيب علماء ومهندسين وزباط تقنيين يبنوا هذه الصناعة مش بس أنه هما يشغلوها فدي كمان كانت حمل التشغيل أو تجنيد أو استقدام زباط ومهندسين وعلماء ومعرفش إيه عشان يوطن هذه الصناعات في مصر وعلى فكرة لغاية النهاردة في قرى في دل تنين متسمية بأسامي زي إيطاء البرود مثلا متسمية بأسامي زي مصنع البرود أو يعني حاجات اتعاملت من 250 سنة لكي يتم توطين هذه الصناعة في مصر مرة ثانية هذه الصناعة بشكل رئيسي هي صناعة عسكرية صناعة بتحاول تبني جيش متقدم حديث في مصر النقطة نمرة أربعة كانت البنية التحتية بتاعة الجيش يعني مش بس فيه زباط جابهم عشان يديروا هذه التكنولوجي اللي هو جابها مش بس ناس تقنين يبنوا مصانع لأنه هو كان محتاج مثلا يبقى فيه أطباء لأنه هو شاف أنه الجيش الفرنسوي كان فيه ناس بتخدم زي ما يقولوا على الجيش مستشفيات ممرضين ناس بتوعى كيمياء أطباء مرة تانية فبدأ أنه هو يستقدم علماء يستقدم أطباء من أوروبا وبرضه لغاية النارد الناس اللي هواية يعني مثلا شوارع في وسط القاهرة زي شارع كلاود بي متسمي على زباط علماء أو زباط أطباء جوم وبدأ أنه هما مش أنه نحنا كرمناهم يعني فسمينا الشارع باسمهم لا لكن وقتها من 200 سنة مع اتساع القاهرة وبناء هذه المستشفيات أو المصنع الفلاني فبقى المكان متسمي على اسم الراجل اللي عمله زي شارع كلاود بيك اللي هو عمله زابط دكتور فجزء الشفاكر الثالث أو الرابع من مشروع بناء جيش حديث في مصر كان بناء الخدمات اللي حول هذا الجيش اللي كان أهمها الطب والتبريد وغيرها يعني بدأ يلقى فيه حاجة أخرى وهي التنظيم حمد علي شاف أنه أسلوب الإدارة بتاع الجيش الفرنسوي مختلف اختلاف جذري يعني أسلوب الإدارة اللي كان موجود أيام المماليك اللي ما كانش أصلا عنده أسلوب إدارة يعني موضوع كان سبهلالة قوي وزي ما كلمنا من حلقتين ثلاثة كان تكاد تكون للأسف يعني ميليشيات صغيرة كده كل واحد قاعد ينهب من أراضي مصر اقتصادية وخلاص حتى الجيش العثماني وقتها نهايات القرن الثمنتاشر بدايات القرن التسعتاشر كان بعيد كل البعد في التنظيم بتاعه عن تنظيم الجيوش الأوروبية المتقدمة زي الجيش الفرنسوي محمد علي نقطة نمر أربعة أو خمسة أنه بدأ يستقدم ناس يبقوا مش بس زباط محترفين لكن ناس يبنوا هيكل إداري للجيش اللي هو بيبنوا يعني دي مهمة قوي كمان لأنها دي بداية فكرة الـ زي ما بيقولوا فكرة الهيكل الإداري في الدولة المصرية لم يكن موجودا قبل ذلك الحاجة الوحيدة اللي كانت موجودة قبل كده اللي هي الـ يعني الـ يعني الـ والي العثماني اللي اتكلمنا عليها من حلقة 2-3 والناس اللي حواليه كانوا بيجمعوا درايب معينة يثبتوا هذه الدرايب في ورقة ويبعتوها للإستنبوت فده كان فيه حاجات بتكيت بقى بس بداية جدا وقارنة بنظام جد بيخدم جيش حديث اللي هو بدا يحطه محمد علي اللي هو التطور فيه ما بعد أن أصبح البيروقراطية الإدارية وكلمة بيروقراطية كلمة مش وحشة أحيانا إحنا بنظن أنها معناها روتين لكنها بيروقرسي يعني الهيكل التنفيذي للدولة بدايته في مصر كانت مع بداية عمل الجيش المصري تحت محمد علي النقطة 5 أو 6 ازرع عشان تعمل الجيش حديث كان لابد أن هذا الجيش يبقى عنده خطوط إمداد معتمد عليها خطوط إمداد جد مش أنه مجموعة ميليشيات زي أيام المماليك يروحوا القرى ومراكز في ديل تنين أو شمال الصعيد يخشوا على الفلاحين ياخدوا الناتج الزراعي والحيوانات عشان تذبح ويبدأ أكل الجيش لا لازم يكون فيه إمداد جد قوات ونظم إمداد ومخازم فبدأ يبقى فيه اهتمام بحاجتين إيه الأرض الزراعية في مصر بتطلعوا واتنين إزاي تزرع هذه الأرض فبدأ يبقى فيه إدخال محاصيل جديدة في الأول كانت المحاصيل محاصيل أكل لكن بعد شوية بقت محاصيل تجيب فلوس إيه أهم محصول أدخل بعد ذلك عشان يجيب فلوس القطن مصر ما كانش فيها قطن قبل ذلك فإدخال القطن حقيقة ما حصلش في عهد محمد علي بالذات لكن بداية الفكرة تنظيم الزراعة في مصر عشان تخدم خطوط إمداد جد للجيش المصري تعمل زراعة حديثة حصلت في هذه اللحظة بدايات القرن التسعة عشر ليقدت فيما بعد لإدخال برادوكس إدخال محاصيل زراعية جديدة كان فيما بعد أهمها القطن اللي هو أصبح عناد الاقتصاد المصري لعقود طويلا بتطور الزراعة في مصر إيه الشيء المهم قوي الميا النيل وهو ده العامل زراعة في مصر بدونه ليس هناك زراعة في مصر محمد علي ومن حوله من عقول أغلبها كان عقول فرنسوية وإيطالية بدأ يشوف أنه لابد من السيطرة على أو يعني تحكم نسبية مش السيطرة على مجرى النيل على أنه النيل على تدفق مياه النيل فبدأ يحصل حاجتين الحاجة الأولى بداية دخول مصري لدولة محمد علي في أفريقيا مش أنه عاوز يروح أفريقيا يعني مباراة أن يفتح دول وخلاص لا هو عاوز يوصل إلى منابع النيل ويؤمنها لنفسه لدولته والحاجة الثانية أنه عاوز أنه يبتدي يعمل على تدفق المياه فبدأ يعمل إيه الأناطر اللي هي الغاتة النهاردة عندنا اللي هي الأناطر الخيرية بدت فكرة طبعا دي فكرة مهمة جدا في مصر إن هي فيما بعد بنية على أساسها فكرة السد العالي بإختصار يعني أنه الزراعة فكرة إمدادات الجيش الحديث عايزة زراعة حديثة فده كان بداية تطوير مهول في نظم الزراعة محاصيل الزراعة المصرية تدفق المياه مياه الميل مع كل الكلام جيش حديث معناه جنود معناه عساكل معناه زباط صغيرين حيترق لو بنتكلم بصراحة محمد علي لم يكن يريد مصريين في جيشه خالص أولاً هو كان رأيه في الشعب المصري ليس رأياً جيداً بمنتها الصراحة برضو وممكن نتكلم عليها بعدين ومضوضة حيظهر أكتر في نهاية حياته حنرجع له لكن هو رأيه أصلاً فينا كمصريين لم يكن أعظم رأي بس الإمرأة الاتنين هو رجل براجماتي للغاية هو يعلم أنه ليس مصري هو حقيقي وصل إلى الحكم بقدر فيه إرادة مصرية زي ما اتكلمنا في الحلقة الحلقة اللي فاتت لكنه كان يريد السيطرة مش بس على الحكم من خلال إزاحة الممليك لكن كمان من خلال إزاحة هؤلاء الذين أوصلوه إلى الحكم اللي كان من ضمنهم مثلاً الأشراف اللي اتكلمنا على شخصية مهمة منهم اللي هو السيد عمر مقرم لكن اللي بحاول أقوله يعني أنه هو بيفقر في الجيش بتاعه كان في وجهة نظره أنه أنا جبت زباط فرنسويين وزباط إيطاليين لكن هو كمان عايز ناس يثق فيهم ناس يعرف يتعامل معهم بشكل كويس بدأ يبقى فيه كدرات بدأ يستقدمها من الضباط واللي أقل شوية من الضباط من ألبانيا وهو أصله ألبانيا من بلده يعني من ناس أترك أو في الدولة العثمانية والدولة العثمانية اللي هو يعرفها هو الوجدان بتاعه وجدان عثماني مرة تانية هو جيه هنا كظابط عثماني فبقى هو حقيقي عمل الليدرشيب القيادات أغلبها أوروبية لكن الناس اللي هو كان عايزهم يبقوا العامود الفقري اللي الجيش اللي هو بيبنيه كان من جنسيات هو يأتمن لها ينتمي وجدانه إليها ولذلك بقى فيه زباط شركس زباط غيين من دول القوقاز ألبان أتراك طبعا دول بدوي بهم بدايات الضباط ضع الجيش محمد علي في التجنيد هو كان عنده فكرة وطبقها بعد ذلك إلى حد بعيد كمان ابنه إبراهيم باشر وده هنتكلم عنه بتوسع في الحلقة الجاية لكن الفكرة كانت إنه لو إحنا عايزين عساكر ممكن نجيبهم من السودان ولذلك كان واحد من اهتمامات محمد علي في فتح السودان هو استقدام عدد مش قليل من العساكر من هناك مرة تانية إنه هو مش مصريين طبعا هنا في الفرق تسود إلى حد ما إنه هو بيسيطر على مصر ومش عايز إنه يبقى العساكر مصريين لأنه هو مش مصري فعاوز يأمن لهذا البلد ويسيطر عليه ده غير إنه الغلبية الساحقة من مصريين وقتها كانوا فلاحين بيزرعوا الأرض فباختصار في بناء فكرة الزباط والجنود في جيش محمد علي كان فيه استقدام مش بس لزباط من خارج مصر بشكل عام من الدولة العثمانية لكن كمان لعساكر من أماكن مختلفة لكن كان أهمها وقتها السودان آخر نقطة بقى فيه مقاومات مشروع محمد علي اللي بدأ على الجيش بداية عمل جيش حديث خانت فكرة أنا حمول كل الحاجات دي إزاي في الأكل الموضوع كله فلوس أنا أشتري تكنولوجيا بأستقدم أو أجند زباط أوروبيين بجيب زباط من دول مختلفة في الدولة العثمانية بجيب عساكر معرفش منين بزرع مليون ألف حاجة في نهاية الأمر محتاجة فلوس اللي عمله محمد علي كان شيء مهول ويكاد يكون غير مسبوق على مدى قرون في التاريخ المصري إنه شاف فين موطن الثروة في مصر الأرض الزراعية لعقود لقرون هي دي الثروة في مصر فأمم تقريبا كل الأراضي الزراعية في مصر بما فيها الأراضي اللي كانت تحت الأوقاف الأوقاف وقتها كانت بتدرها الهيئات الدينية زي أزهر الشريف مثلا محمد علي أمم كل الأرض الزراعية في مصر وخذها تحت سيطرته يعني سيطر على كل الثروة في مصر وده كان بدايات تمويل مشروع محمد علي في بناء الجيش المصر هنا ده المفتاح لأنه بناء الجيش المصري كان هو بداية الصناعة عشان نعمل مصانع كان هو بداية الصناعة التحديثية أكتر لما بدأ يوطن هذه التكنولوجي الزراع التنظيم الإداري الهيكل التنفيذي بداية مشروع محمد علي في بناء دولة حديثة مفتاح فهمه هو بناءه لجيش حديث ترجمة نانسي قنقر